أهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان مع تشكيل حكومة السودانية بدأت عملية تغيير مناصب في خطوات وصفت من قبل البعض لأنها اجتهدف واضح وإقصاء وتأسيس لدولة عميقة في العراق أو حتى لدولة تتحكم بها قوى الإطار التنسيقية الأسئلة التي تطرح هنا متابعين الكرام بعد أن بدأت عمليات التغيير التي شهدت إشارة البعض وشهدت في ذات الوقت إثارة التخوف لدى بعض المعنيين بالشأن السياسي ما هي هذه الخطوات التي يسعى السيد السوداني بالعمل عليها؟ هذه خطوات حقيقية لإصلاح حقيقي في المؤسسات العامة في البلاد أنها خطوات لإقصاء المنافسين ولتأكيد قوة الإطار التنسيقي في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات ربما ستكون هي انتخابات مبكرة كما جرى الحديث عنها في وقت يشكك بعض المعنيين بالشأن العراقي من أن السيد السوداني سيمضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة خصوصا وأن برنامج الحكومية تحدث عن دورة حكومية كاملة الأسئلة التي تطرح إذن متابعين الكلام كيف سيكون الأداء الحكومية وهذه ستستمر عن محاولة إقصاء المنافسين في العملية السياسية وذلك لتأكيد قوة وبقاء الإطار التنسيقي المتحكم والماسك بيزمام العملية السياسية في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر